قليم كردستان محطة سياحية أيام العياد والعطل يستقبل فيها ألاف سائحين من مختلف محافظات البلاد ما يستلزم تهيئة وتجهيز المطاعم والفنادق مع اتخاذ إجراءات أخرى تتمثل في تنظيم الطرق وتقليل الزحامات التي قد تحدث نتيجة كثرة المركبات خاصة في محافظة تيد هوك والسليمانية طبعا الأسباب التي تدفعناها لزيارة الشمال العراقية أكيد المناظر الطبيعي لفيو وأكيد الأجواء الرمضان شهر كامل وراها لازم يعني شوية رفع نفسنا فإن يجي الشمال العراق كما شوفتها شلالات جبال أمور خضار جميل وأيضا الشمال أيضا الناس طيبين أولا هي الأجواء طبيعتها الشمال كل شي حلو بعد الشمال العراق مضرب بالمثل وصالنا يوما البارحة واليوم مصنى من محافظة كربلا عندك علم يعني الشاب منصير عده كبت بينه رمضان أو دوام عنده فالشيء لازم يغير من نفسيته يغير من الأجواء اللي موجودة هناك تجي الأجواء حلوة جبال نتوقع يوصل العدد لقرابة 150 ألف والفنادق والمطاعم ومرافق السياحة في استعداد الكامب خاصة 90% من الفنادق فالفنادق لديهم حجوزات مسبقة السلطات في محافظة أربيل اتخذت إجراءات أمنية وصحية منها نشر قوات إضافية في المدينة وزيادة الفرق ودوريات وزارة الصحة وسط توقعات بدخول المدينة نحو 150 ألف سائح جهزنا الفرق الأمنية والصحية ونتعاون مع الجهات ذات العلاقة في موضوع تأمين المناطق وأحيائها وتجهيزها من أجل استقبال السائحين نتوقع أن يدخل أربيل وحدها أعداد من السائحين تتجاوز المائة ألف كما أن المناطق السياحية في ناحية سوران تمتاز بالطبيعة الجيدة ونعمل على تجهيزها باستمرار باعتبارها وجهة سياحية وزارة البلديات والسياحة في إقليم كردستان أعلنت دخول نحو 700 ألف سائح خلال الربع الأول من العام الحالي إلى محافظات الإقليم بينهم أكثر من 100 ألف سائح أجنبي ومن المتوقع أن يرتفع هذا الرقم وفقا لما سيتم إعلانه في إحصائية ما بعد عيد الفطر سنويا يقصد ألاف سائحين من محافظات وسط العراق وجنوبه إقليم كردستان حيث المناطق الخضراء والشلالات ويعود نفع السياحة الدائمية على الإقليم بواردات ليست بالقليلة إذ أضحى شمال العراق نقطة مهمة للسياحة والسائحين العراقين والأجانب عموما من شلال قلي علي بيك شمال أربيل سرمد القاصة الحرة